افضل طريقة في رأيكو عشان ننسى قصة حب او تجربة سيئة تركيز عليها والتفكير فيها ومراجعتها انا عملت ايه فيها غلط وليه واذا اقدر اتجنب ده ولا انك تتجهلها خالص لا انت تقول لنا بقى تجاربي كتير تجاربي كتير تجاربي الفشلة كتير تجاربي الفشلة بس اكيد عندك خبرة في الحكاية ذي مش عارفة انا من الناس اللي ما بسيبش نفسي عن دم ولا بسيب نفسي اجلت زاتي خلاص بطلت كنت وبطلت خلاص يعني فشلت وفشلت وانا عارفة هي فشلت ليه مفيش دايبة احكي في المحكي خلاص ما هي فشلت واكيد طالما هي فشلت فانا عارفة اسباب فشلها واخدت وقت من حياتي واستقطعت وقت ان انا افكر يا فشلت عشان واحد دين ثلاثة فول ستوب نقطة ومن اول السطر مش عارفة لا اتجاهلها طبعا خلاص لا بدي بدي مسحة في الاول مراجعات كتير اولا لا وبعدين بقى اتجاول يعني بحلك دماغي الاول في الفترة ايوة بس الهلك ده ممكن يبقى طيب مش محتاجة انت زكية انف ان انت تفكري في الموضوع لفترة زمنية بس ساعات لما بتعودي تهلكي دماغي بتلاقي نفسك بترجاي تفكري في نفس الافكار تاني وتعديها تاني وتحليليها تاني وتفكري متعلقة بي على طول لكن انت لو قفلتي سيرته يعني انا ممكن اقول مثلا لا صاحبي الموضوع ده ميفتحش معي نهائي محدش يسألني الاسم ما يتجابش مش عشان مش يعني مش عشان كرهن ولا حاجة انا عشان اعدي اعدي المرحلة صح لما بتحبوا تغيروا تنسوا حاجة بتغيروا الناس ولا تغيروا المكان الناس طبعا مكان لا انسى حاجة ازاي التجربة عايز تخرجي منها عايز غيري مودك مش عايز تخش في حالة تركيز واكتئاب لا 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 لو الناس دي كانت مرتبطة و بتفكرني بالشخص و أغير المكان لو المكان ده بيفكرني بالشخص على شخص نتكلم على شخص لا البعد غنيمة طبعا البعد عشان تنسي